بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها نحن في نفحات العشر الأواخر من رمضان هذا العشر كان له خصوصية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتمس فيها ليلة هذه الليلة هي خير من ألف شهر ليلة القدر كان يلتمسها صلى الله عليه وسلم في الليالي الوتر من هذا العشر الكريم فكان يوقظ أهله ويطوي فراشه ويشد مئزره كان يحييها ويكثر من الدعاء ويقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم ما أجملنا ونحن الذين أحيينا أيام رمضان أن نختم هذه الليالي بأن نكون مع الله عز وجل مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتمس هذه الليلة ليلة القدر عندما تعرف قدر الله في قلبك عندما تعرف أنك عبد وأنه هو مولاك فتلتجئ إليه بضعفك إلى قوته أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الطاعة وأن لا نفوت ليلة من الليالي إلا وأن نكون راكعين ساجدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة